اشتركوا في القناة اسم بارنيونخ الكبير لم يكن ابدا ان يكون في مثل هذه المشكلة المعقدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في خاطر الحديث مع عمر الشريف حلقة جديدة من لديه اقل اخرى حلقة في وضعية سيئة جدا وصعوبات اكيد بتواجه كل الناس حاليا وكل العرب وكل المسلمين وكل الناس اللي بتتابع الاخبار ولا اكيد الكورة بقت حاليا سانوية جدا بالنسبة للاشياء الفضيعة اللي بنتفرج عليها والمشاهد المريعة والاجرام المبالغ فيه وصمت العالم امام ما يحدث والاقصى من كده انك بتلاقي النادي ان اللي انت طول عمرك بتشجعه بياخد مواقف عجيبة وغريبة وضدك يعني في النهاية هي ضدك وضد حتى اللعيبة وده ما حصلش مع كل اللعيبة في بايرت هنتكلم وندردش وناخد وندف كل حاجة لكن خليها الاول نخلص الكلمتين دول ونقول اصل القصة ايه لان هي هتبقى ممكن تبقى حالة ارشفية بعد كده للي بيجرح حاليا الاول اكيد بنترحم على كل شهداءنا في فلسطين وغزة وللأسف الواحد يعني ربنا يسمحنا في تقصرنا على قد اللي بنقدر نعمله ربنا يسمحنا في الاجراءات اللي بتتخذ مع اهلنا في فلسطين وللأسف الشديد يعني يا اجراءات ولا اي حاجة ما فيش اجراءات لما تيجي تتفرج على اه كم دولة عربية خمسة وعشرين تتكلم على كم دولة اسلامية سبعة وخمسين تتكلم على الاعداد كم مليار ونص مسلا مسلم اه تلتمية وخمسين مليون عربي قدامهم تمانية مليون في دولة الشباشب منتهى الخزي والعار وكل حاجة بس اللي بيديك شوية يعني اه امال لقدام شوية ان المعادلة شوية بتتحرك في اتجاهات اخرى في الصراع الطويل واللي هو هيمتد يعني منذ فجر التاريخ لاخر يوم يعني في عمر الكرة الارضية وفي عمرنا يعني لغاية يوم الايامة ان شاء الله هو هيفضل وبالتالي اللي بيحصل ومش يعني ما قدرش اقول بقى الصمود والكلام اللي هو الانشائي بس هو دي الحقيقة يعني الناس اللي بتشوف اطفالها واشلقهم والحاجات دي كلها يعني انت بتتفرج على اشياء يستحيل انك تتخيلها في سنة الفين تلاتة وعشرين يعني صعب جدا وتبين لك طبعا ازواجية العالم وانا الحقيقة يعني ما بحبش هلوم قوي الغرب والاوروبيين هم داعمين ولكن في النهاية هم اللي اوجدوا الكيان ده يعني وبالتالي الكيان ده مش هاجي اطلب منهم الحاج بايدن والحاج شونس الحاج مش عارف ماكرون مش هاجي اطلب منهم تعالوا اعملوا اي انت عملت ايه اصلا اشهر نجمة عندك طالع بيقول كلمتين وبيخلح ياديين تماما يمكن ماكرون كان اقوى منه بعد ما الدنيا خلاص بقت ايه في امان فاتكلم بعد ما كل الناس اتكلمت انت بتتكلم على اشهر دج ما عندك بتكلم على دول بقى ميزانيات جيوش يعني انت فهم يعني بتتكلم على اشياء بقى انا قناة مش سياسية جماعة ولكن في الاخر احنا ما ينفعش ان احنا ما نتكلمش في الحاجات دي لان هي ضمير كل حد صحيح هيتكلم فيها وملاحظة يعني الواحد بيدعم المظلومين في كل مكان بس انت مش هتحدد انا اتكلم فيه وما اتكلمش في ايه وبرضه فكرة الناس اللي بتقولي انت ما اتكلمتش على المانيا وامريكا والمانيا والمطش الاخير ده اللي هو بتاع المكسيك وانا ناشر عندي ويكأن الناس دي مش عيشة في الكوكب يعني انا قيل مش هتكلم ليه فانت جايت وبعدين بيقولي ايه بيقولي انسابسكرايب يعني بالسلامة في دهية فهو انت بتديني فلوس انت حبيبي لو بتديني فلوس ودي حصلت معايا يعني دي حصلت معايا ما اشتغلتش ما اشتغلتش حاجة الا بدماغ انا فاتخاني انت ما بتدينيش فلوس وبتقمرني وعايزني ان انا اعمل الحاجة اللي بعد كده هديك البسورد بتاع القناة وانت تعالي تكلم لقوا بيهددني بالسلامة في دهية خد كل الناس معاك يا حبيبي اللي زيك شيء عجيب جدا يعني فهي جات في السيرة كده عشان ايه الناس العجيبة دي اللي بتدخل بتحس ان هي طايرة بتحس ان هي عايشة في كوكب ببلوتو في النهاية الرحمة اكيد لكل حد هناك اخواتنا في فلسطين في غزة الشهداء اللي هم مستمرين المخططات الشيطانية اللي بتحصل اللي هي واضحة واللي هي كل الناس فهماها والناس عندها وعي وللامانة بصراحة يعني يمكن نشرتها في تويتع عندي ان الناس وقفتها فعلا على السوشيال ميديا مؤسرة وكلامها مؤسر والناس القعدة طول النهار والليل ودي الغالبية بتكلم في 90% من الشباب العربي فعلا وحرفان قاعدين مجندين نفسهم وبيحاولوا بشتى الطرق يتحايلوا على الالجوريزمز بتاعة الانستجرام وتويتر والفيسبوك بيحاولوا بكل الطرق يحطوا كومنتات تحت المشاهير يحطوا حاجات مثلا بهاشتاجات وبتوصل وبغروا رأيهم واللي متابع في اوروبا اللي بيجرى عارف كويس اللي بيحصل الاسبان معارك وصدامات قوية لدرجة انهم ادانوا الدولة بتاعة الشباشب لدرجة انهم كان فيه داخليا بين الاحزاب وده شيء عظيم جدا المظاهرات اللي في كل مكان في اوروبا ودي بص يعني انت بتلوم اه هناك بس انت عندك عملت ايه انت ما عملتش حاجة ما تقعدش تلوم بقى هناك وانت اصلا على قدك اللي اطلع منهم هناك خلاص بتدينهم بتعريهم بس في انه انت ما بتعملش حاجة اصلا انت بتعمل ايه اصرت في ايه في المعادلة ادانات بيانات هل الدولة العربية ما عندهاش ادوات الا فقط الشجب والادانات وللأسف بيحصل يعني بيبقى فيه الجان كتير الله ايه الجمال ده يخرب بيت جمال البيان انت بتتكلم في ايه يا ابني بيان ايه وشك بايه يا ابني الدول العربية ده ادوات كتير اوي تقدر تعملها ولكن مفيش الموضوع صعب يعني وما ما بيقدروش لانه متحكم فيهم يعني خليها نرجع نتكلم على موقف بيرن ومزروي وبعد كده نتكلم وندردش للصبح الواحد اصلا طائق وارفان وعايز يتكلم بصراحة بارني ميونيخ الحقيقة يعني تبرع واصطبق وعمل كل حاجة اللي هو انت عارف بنقول عليه بنقول عليه ايه بقى اللي هو مجانا كده كان ممكن عادي وللأسف للأسف الشديد اللي يزعلك ويحظ فيه نفسيتك ان بارني ميونيخ هو من اندية ممكن تعدها على صوابعك وهو النادي الاكبر ما بين الاندية دي اللي عادي حكد هنتكلم ليه برضو بس هو ضرب عرض الحائط ب جماهيره وخلي بالك حتى لو جماهير بيرن في المنطقة وليلين الا ان في العالم كله جماهير بيرن مش كلهم واخدين نفس الرواية دي حتى في المانيا مش كلهم واخدين الطرف ده وده كلام عندي يعني انا اعرف ناس كده المان وناس من بره برضو مش واخدين الطرف ده فانت ليه اخدت الحتة دي وبعدين اخدتها ومع نفسك خالص يعني يعني لا الريال ولا برشلونة ولا انديت انجلترا يعني لا بيلفور بقى ولا وعد بيلفور ولا الناس دي خالص خدت المنحة ده تشيلسي بص اللي خده الرأي ده تشيلسي بيرن يعني بيرن هو الكبير اللي فيهم بعدين كانت تشيلسي بعدين وستهام مثلا مين تاني ده حتى ارسنال اللي كان واخد اليمين المتطرف مع مسعود اوزيل ما اتكلمش ايه الاتحاد الانجليزي وكرة الانجليزية عملت موازنة وموأمة وقالت لك لا احياد انت بتتكلم على ايه بتتكلم على تغلغل برضو يعني انجلترا دولة اساسية سياسية الاكبر يمكن في اوروبا مع فرنسا المانيا مش كبرى سياسية ولكنها اقتصادية هي تابع لكن بالنسبة للاتنين دول خاصة بقى انجلترا كان مفروض ان هم يعملوا اشياء اخرى وياخدوا المنحة بتاع بار لكن باردن راح ايه دخلك وعمل تعريض مجاني كده وقال لك صباح الفول ونزل تويتا بالانجليزي لان في ناس سألتني وقالت لقى هو باردن ما عملش لقى هو باردن عمل وكان صباق في ده والحقيقة ان الريال وبرشورة مثلا اللي هم عندهم جماهيرية كبرى في العالم كله وفي المنطقة العربية هم الاكبر محدش فيهم اتكلم هو راعة جماهيريته وراعة ناسه وراعة جوه في اسبانيا مدى التضارب اللي حاصل والخناء وما راحشوا اتكلمي هل لو انت ما اتكلمتش هيحصل لك حاجة لا لكن هي لها اسباب هنتكلم فيها برضه باردن راح منزل تويتا يوم 18 قالك لا يوجد مبرر للعنف والقتل الوحشي ضد سكان المدنيين قلقون على اصدقائنا في اسرائيل ونأمل في التعايش السلمي لجميع الناس في الشرق الاوسط ده كان يوم 18 حلو اخدوا الجانب على طول الاخر وسكتوا ماشي انت استبقت الاحداث وروح تعمل لقطة كده وممكن اقول انك ممكن تتراجع وتاخد منحة تاني فيما بعد نظرا ليه الاحداث العسكرية اللي بتجرى هو موقف باردن عارفين وموقف المانيا عارفين يعني احنا يا جماعة برضه عشان نبقى ايه صارحين مع بعض اوروبا امريكا المانيا بين قوسين طبعا عارفين يعني انت بتشجع الكرة وشكرا لكن انت مثلا مثلية شواز اديناهم فوق دماغهم في قطر اه الدعم ليه دولة الشباشب اديناهم فوق دماغهم احنا كلنا عارفين الموقف ده بس هو اللي بيزعلك ان انت ليه ليه ويه الدنيا كده خراب والدنيا قتل ومجازر وعنف ليه انت بتعمل كده ويه بتتشدم اللسانك وخلاص وطبعا بارني ميونيخ هو اكبر نادي في ألمانيا فهو اللي بيتكلم يعني مثلا دورتوموند اللي امش عارف ده حتى ماينز عاملي فيها رادي المهم ليه بقى مزراوي اشجع لعب عربي فعليا وحرفيا ويه لازم نقدره وحكاية الهاشتاج بتاع وستاندووز مزراوي ده حاجة تقدمها له لان فعلا الموقف ده يعني هيظل في الزاكرة لانه موقف بطولي فعلا القصة يا جماعة مش تويتا ونزلت او لا القصة ان انت واحد نديك واخد صف الطرف الاخر نديك اغلب اللعبة فيه صمتة يعني ديفيز اتكلم ديفيز ولد برضو ايه يعني ربنا وفقه يعني فاهم ما عندوش برضو الحسابات دي لكن اغلب الناس ملناش في احنا ملنا حتى لو هم عارفين الحقيقة بس خلي بالك برضو اغلب الناس بتمشوا على الاعلام في المانيا في مصر في العالم العربي في امريكا في اعلى الدول تقدما وعلما بيمشوا على الاعلام برضو مش توفهم خالص يعني موضوع ده يعني مدروس وعلمان حتى لو كان معاك دكتوراه لو الاعلام ناوي انه يخدك مين هيخدك شمال هيخدك وله مواقف بقى مع الشعب هنا كتير اقوي مع الاعلام هي بس حاجة بتتقال بيمشوا يمين شمال وفي كله في مصر في العالم العربي في كله يعني وفي اوروب وبالتالي مزروي الشجاع اللي ناديو اخد الصف الاخر قرر قرر انه هو بتلقائية وخلي بالك مزروي اصلا ممكن ما يتكلمش ممكن يسطح بقى ويعمل زي حكيمي وحكيمي ده ما فتحش بقه وبرضو مزروي غالبا مولود في هولندا ابن مهاجرين مع جنسة هولندية كانوا عايزين ياخدوا يلعب في هولندا فالراجل حتى يعني فكرة التواصل اليومي او العيشة في الدول بتاعتنا دي او انه متغزي بالكلام ده من وهو صغير مش موجود اوي لان هناك مش بيدرسوا فلسطين ولا بيدرسوا المسجد الاقصر وبيدرسوا مجازر اللي بتحصل طوال تاريخنا بحر البقر وغيرها 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 يعني وبيدرسوش الكلام ده فما بيطلعش عنده تلقائجو لكن الولد عنده حس اختار بلده الام ولعب ليها ورجع ادان رغم اننا دي مع الدولة الاخرى وده الناديك اللي بيأكلك عيش بقى ولازم تحط في دماغك حاجة انه مزراوي مش محمد صلاح مش رياض محرز يعني مزراوي كقيمة واسم ليس بشهرة هؤلاء وليس لدي نفوذ محمد صلاح مثلا ولا حتى ميونيخ بتحبه اوي ولا قيمته داخل الفريق بقيمة مثلا مولر ولا نوير ولا كيمش ولا جروسك حتى لا هو لعيب برا بلده بيلعب في نادي واخد رأي مخالف تماما الرجل استجاب ونزل ضد الكلام اللي قالونا دي ومش بس كده انت فكرة ان انت بتلعب في المانيا وتقول انك مع فلسطين ضد دولة الشباشب فانت معلم كده انت بتنتحر ومش في اوساط ديقة يعني انت مش قاعد مع صحابك وبتتكلم لأ انت بتعلنها على العلن ماشي فالقصة ان الرجل تكلم نزل اول واحدة في دي فلسطين نزل تاني واحدة ضد كذا وتالت واحدة وآيات كرآن فتم على طول واسمه بالارهابي وقال لك ازاي الكلام ده يحصل من لعب في بارني ميونيخ وهو كان في معسكر المنتخب المغربي الاخير اللي كان بيلعب ليبيريا وبعد كده هو ما لعبش اخر مطش ورجع المانيا وعلى اساس انه مصاب ولكن مزراوي ما خفش رغم كل الخلفال اللي حكتها لك ورغم لو ما تكلمش بحدش هيفتكره ولكن مزراوي من باب انه بيلعب في النادي الاجبر في المانيا ومن احد كبار اوروبا فكلمته هيبقى لها تأثير هيبقى لها حتى نوع من الدعم هي الكلمة في الاخر بتوعي الناس ومهمة جدا وبتخليهم يقروا ويفهموا ليه ده واخد الموقف ده ليه ده كذا رغم ان مزراوي كان ممكن يلعب لهولندا القصة مش قصة انه بيلعب في المنتخب المغرب الراجل عنده التزام ديني عنده التزام بقضايا امته عنده التزام او ضمير حتى الموضوع اللي هو ديني ده هو ضمير حتى يعني انت لما بتطالب مثلا بايرن هل عنده التزام ديني او كذا لا في الاخر ضمير انسان يا جدع بتخاف على القطط وبتخاف على الكلام وبتخاف على حقوق المثليين وبتخاف على حق الشطفة وحق المخرطوم وبتخاف على كل الكلام ده الانسان بقى عندك دلوقتي مش خايف عليه الاطفال ملهومش اي حاجة حقوق الانسان ملهاش اي حاجة عندك فالمهم المزروي اخد انا من رأيي اشجع لاعب عربي حصل في التاريخ لان مفيش حد يلعب في بايرن وفي المانيا وياخد موقف زي ده وما يهموش حاجة والموقف ده جاي بعد ما انا دي اخد الرأي المخالف والموقف ده في المانيا حيصل الانبطاح التام لدولة الصائمة طبعا انا مش عايز اقول الكلمة عشان انت بتبقى في خطر يشيرك البتاع يعني فبحاول ايه الالجوريزمات والكلام ده عشان ما ما يخدوهاش يعني في طريق اخر المهم من ضمن التحايل اللي الناس فعلا برعت فيه على تويتر وعلى الانستجرام وحاولوا بكل الطرق ان هما يلعبوا على الالجوريزمات اللي شغالة اللي هي بتشوفك حاطت مثلا عالم تروح مش موصلة الصورة بتاعتك بتروح مثلا مش موصلة الرأي بتاعك هي اللعبة كده حتى في اليوتيوب نفس القصة ما عارفش بيحسبوها ازاي في اليوتيوب ولكن نفس الحكاية يعني الموضوع مش 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 حرية للاخر والكلام ده كله وفي الاخر يا معلم حاجتهم يعني برضو من انصار حاجتك انت حر فيها انت لما يبقى عندك منصات وبقى تحكم فيها لما يبقى سيادتك شاري منصات اتحكم فيها ومع ذلك بيشتروا منصات العرب وبيقفلوها وبيستمعوا برضو البرة لان رأيهم مش من دماغهم يعني بارني ميونيخ ما سكتش تاني شاف مزراوي بيتكلم قالك ايه الكلام العجيب ده راح منزل بيان والمرة دي البيان جه مش بعد بقى تمانية عشر يعني تمانية عشر ماشي شفنا العمليات وشفنا الحاجات العظيمة اللي حصلت والكلام ده كله فاستبقوا وقالك احنا بنودين ووقفين جنبهم وطبعا بايرن قالك احنا وقفنا وقصة البيبيهات وبايدن طالع قالك البيبيهات كله كان كذب واعتذر البيت الابيض والقصة دي على فكرة كانت بداية لكل بقى الرأي الغربي وكانت بداية لتبرير اللي بيحصل ماشي فالمهم بقى راح اقيل لك اتصلنا على الفور باللاعب بعد منشورته على الانستجرام اللاعب مع منتخب المغرب بعد مع عودته لميونيخ هيتم الحديث معاه الكل عارف قيامنا الكل عارف احنا اخدنا موقف عامل ازاي كل موظفينا ولاعبينا المفروض انهم يستمعوا لموقفنا موقفنا اللي اعلنها يوم 18 اللي هو اللقوف الدائم معه او ضد العنف والقتل وضد مع السكان ضد السكان المدنيين ونحنا قلقون معه اصدقائنا في اسرائيل تاني نزل واكد على الحكاية دي هو مستمر في رأيه هو مستمر في الاتجاه بتاعه وطبعا يا جماعة عشان الناس تبقى فهم الاتجاه بتاعبار ان ده هو اتجاه دولتي حكومتي شرطي واضح يعني المانيا عمرها يعني عمرها ما كان فيه مظاهرات في الشارع وتلاقي ان الشرطة بتضرب في ستات ورجالة ومش عارف ايه ما شفنا هاش يعني قليلة لا ده حصل دلوقت اتجاه دائم في الاعلام الالماني طبعا والحقيقة ان في المانيا الموضوع ده حساس جدا نابع من طبعا هتلر والحرب العالمية والمحارق والابتزاز الاسرائيلي الدائم والفلوس اللي بتدفع على طول والمعونات اللي بتروح لإسرائيل واشياء بقى يعني اللي هو انت فاهم اللي هو حطين جزمته في الالمان فعليا وبالتالي انت بتاخد الموقف ده وبتسبق للأسباب دي لكن انت ما بترعيش بقى يعني انت في الاخر بيرن هنا ما بقاش نادي الماني بس يعني هو بيرن ده انت بتشتغل وعلى حسب كلام الرؤساء ادارات بيرن انت بشتغل عشان تخلي العالمة بتاعتك دي عالمية وبالتالي ما بتبقى العالمة بتاعتك عالمية انت لازم تاخد موقف من القضايا اللي بتدعمها وتعمل حساب كل الناس يعني على فكرة يعني بيرن برضو للأسف يعني اولا فلسطين انا هقولك انا من تجربة يعني فلسطين الاردن سوريا لبنان ده بلاد الشام يعني هم اكتر كتلة بتشجع بيرن مصر فيه بس كنسب لا الدول الاردن وفلسطين ولبنان وسوريا هم الاكتر شجعوا منتخب المانيا وبشجعوا بيرن يجي مصر العراق الجزائر يمكن العراق والجزائر شوية اكتر والمغرب او شمال افريقيا مصر يعني مش الدنيا فيها احسن حاجة من زمان ما لهومش هم في الكرة الالمانية والكلام ده نسب قليلة لكن في النهاية انت النسبة عندك هنا كتيرة ووضحة جدا وتعرف تقدر تعرفها من الروابط مثلا وتقدر تعرفها من الدعم اللي بتشوفه في بلاد الشم عموما يعني وتشجحهم للالمان وتشجحهم لبيرن فانت بتيجي بتاخد موقف ضد الناس دي انت موقفتش لهنا ولا هنا ولا هنا وما كانش ليك مواقف واضحة في احداث اخرى وبتالي انت جاي هنا على طول تسبق وتفدي وكمان بتاخد موقف من لعب عندك وما راعدش فيه لحرية ولا بعض الاشياء الاخر فبيرن ارسم مع الموضوع ده هو تابع يعني واعتقد ان انا يمكن قلت الكلام ده ايام صفقة دانيل بريز بتاخد الصفقة دي هتخلص وهيجي ورغم ان اقول لك لأ بيرن واقف على مليون ومش عايز يدفع انا كنت اقول لك قبلها بعشر طيام كانوا لسه الالمان بيقول لأ قلتك دي هتخلص 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 وللأسف اللي كنت خايف منه حصل يعني انا كان اقصى بقى يعني الخيال اللي جاي لوقتها ان بيرن هيكسب اي بطولة وتلاقيش هاي للعلم لأ الموضوع راح في حتة تانية ان الصفقة دي لها ابعات سياسية لان الولد ده وجوده في بيرن كمان فوق الانبطاح الالماني البافاري ليه اسرائيل هيبقى عامل اخر في وجهة النظر وهيبقى كمان فيديوهات واشياء هجيلك في التفصيل عنها برضو والحقيقة ان الوضع بتاع بيرن برضو اشتغل فيه نادي ماينز اللي هو راع على اللاعب انور الغازي وهو برضو نفس تقريبا موقف مزروي هولندي اصله مغربي ولكنه لعب لهولندا تقريبا يعني مش عارف انضم ولا لأ مش فاكر بس هو جنسيوته هولندية والاصل مغربي وبردو الراجل انضم الماينز في سبتمبر كلاعب حر وماينز عشان منشوراته راح فسخ عقده انت خلي بالك من الاندالة المانية بتعمل ايه لان مثلا مثلا موسى التعماري مثلا لعب الاردن في مومبلي هدد قالك اي حد هنقول له خمس سنين سجن تهديدات مثلا عطال في نيس برضو فرنسا دولة برضو يعني مش قليلة بس هي ما عندهاش نفس القرس بتاع المانيا مع فكرة المحرك وكلاعب ده يوسف عطال برضو في نيس تهديد ووعيد والراجل برضو اخذ موقف بس يظل مزروي زي ما قلتلك الموقف اللي خده بصراحة قوي جدا نفس الحروب دي حصلت ولكن في المانيا على طول شالوا اللعيم ورغم ان ما ينزل في البام بتاعه قالك احنا عارفين القضايا المعقدة في الشرق الاوسط وان الموضوع مش بالسهولة دي ولكن بص يعني تحس برضو انه عارف انت واحد ما سيكلك البتاع بقولك ما اهم لو احنا عارفين القضايا المعقدة طب انت عارف انها معقدة وبتحتمل الرأي ده وده من وجهة نظرك انت طيب حضرتك بتطرد اللعيب ليه على طول كده طب حقق معاه بس هو ماينز اتعامل كنادي درجة عشرة يعني نادي صغير نادي كاتيان ما حدش يعرفه فطرده قالك انا مش عايز واش واتجاهه طبعا مع دولة الشباشب لكن بارني مونخ اتجه بقى وقالك لما يرجع مزروي من معسكر بلاده هنقعد معاه والحقيقة اتقعد معاه النهاردة مزروي راح وقعد مع ادارة بارني مونخ وحققوا معاه ليه يا ابني عملت كده عملت واحد اتنين ثلاثة عشان كذا والحقيقة انا معرفش يعني معرفش نوعية اللي قعد وحقق معاه ده يعني خلفيته ايه بقى تمام اه ف يعني هيقولوله ايه يعني انت فهم يعني هو واحد من ثقافة اخرى واحد بيدعم اخواته واحد القضية دي هم عارفين انها بتمسوا ولكن يعني انا عايز اقول لك حاجة برضو في التحقيق والتحقيق ده لم مفيش حد تتكلم عادي يعني هيحصله ايه او اتقال فيه ايه ما اتقالش حاجة برضي مونخ برضو يشكر ان هو ما تعاملش بشخصية الفرق التعبانة زي مينز مثلا وراح اقول لك انا هفسق عقده كويس انو عملت كده لانه وقتها انا هيبقى ايه درجة عشرة بقى نادي الترسانة فهو كويس اقال لك انا هحقق واعمل ايه ولكن الهجوم على مزروي فعليا كأنه واحد ماسك واحد في المانيا يعني في الدول الاخرى لا يا عايزة مثلا ليفربول مثلا منطفضة في الشارع الانجليز الانجليز مثلا بيحصروا بي بي سي وبقولوها انتو بتكيلوا بميكانيو انتو كلامكم غلط المظاهرات بقى ايرلندا سكوتلندا ماعرفش ايه الدول دي كلها تمام فالوضع في المانيا لا اللي بينزل طق بتضرب هما برضو هي برضو الناس برضو واقعة في مشكلة هو الناس دي بتتكلم على حقول انسان ما هو يا بابا هو حقول انسان لي يعني برضو الناس بتوقع في مشكلة وبيحصل لها مشاكل الرجل الابيض عنصري اه عامل بس النفس هو هيعمله ليك انت ولما تيجي مع الدولة دي هيجي معاك انت لا بس دائما مشكلتك انت عملت انت عملت نظام عندك لا يعني انت تملك شيء تقوله اكتر من البيانات لا طب انت هتلمهم ليه هم بيدعمهم النيلة دي من زمان هم بيدعمهم الناس يعني هم عاملين ده كله اصلا هديجي انت تقولهم اه بتحاول مع الشعوب والشعوب بتقف معاك وبتفهم لما بقى فيه كلام كوندي مثلا مش فاهم حاجة عرف حط بنت جوارديولا بنت جوارديولا برضو الارث بتاع كتالونيا انفصال فيه ظلم ما كانتش فهمة انا عملت شورطة عنهم اتبعت لها فيديوهات فهمت نزلت بيان يمكن اققوا بيان اتقال مع مثلا مع كانتونا مثلا ايه كانتونا وستورة منشستر ويمكن احسن حد فرنسا بس في النهاية الحكومات والدول دي غير التغلغ اللي جواها الموضوع انت يا معلم انت بتعمل ايه انت انت عملت ايه لنفسك لاخواتك لانت افدت ايه الدنيا انت مش عايف تدخل يعني مش عايف تدخل لازازة زيت يعني انت ايه انت هدي جي تلوم التانين اللي هم اوجدوا دي اصلا يعني فبرضو الناس system اه وانسان اه عندهم بس عليك انت لا هو انت لا يا عم انت هتدخل فيهم لما انت يبقى عندك system والمنصات والقوة ويغم ان انت عندك بعض من الادوات ومع ذلك انت منصح ما تلومش غيرك بتعمل اللي على قدك واللي انت تقدر تعمله ماشي بس تقع طول الحاجة اللي هم طول عمره وماشيين فيها انت ايه مفروض مش معقول يعني مليار مسلم و350 مليون عربي وال8 مليون قدامهم مش فيش اي حاجة مش قدر تعمل اي حاجة ايه العجز والهوان اللي احنا فيه ده لذلك المزروي ده الجدعان يتحط فوق الدماغ يعني هحط ورايا اصلا يعني فعليا مزروي اللي عمل ده وتوزف الفلوس وتوزف اي حاجة يعني الواد ما كانش بايا على اي حاجة لا تقول عقود ولا تقول بتنجان محمد صلاح اللي كانوا بيبرروله اصل هو ليه عقود اصل هو ليه مش عارف ايه اصل الكلمة هتحرر فلسطين اصل اقوال مش افعال ما هو عمل اهو فين العقود محملين بس مش موضوعي لكن شكرا شكرا اي حد عنده حد اجنبي بيتشاف وبيجي ماشي شكرا بس لازم تبقى فاهم اللي قدامك ده ايه يعني اصل انا مش هيدحك مش بهلول انا هيدحك علي مش من ضمن البهليل يعني المهم انا عايز اقول لك حاجة برضو على حكاية الالمان ده ده عن تجربة برضو وعن تجرب والدي وحاجات كتيرة يعني من الاجيال ومعايا برضو خلي بالك المواخف العامة يعني مثلا هل وليهوينس ورومونيجا ما يعرفوش اللي بيحصل عارفينه عارفينه الناس القديمة دي كمان عارفا وعارفة اصل الحكاية وعارفة اصل الموضوع بس هو ما يقدرش يتكلم الالمان والالمان والسياسيين والموان في اوروبا مفيش الا بقى في الدول اللي هي زي ايرلندا اسكوتلندا فاهم انت ايرلندا خصوصا بقى انت عارف القصة بتاعت الايرلنديين والتحرر من انجلترا وحتى وحتى على فكرة في ايرلنديين وصدفة لا بس اخدر راحوا في محركة فتح كانوا بيحربوا معاهم في التمينات ايرلنديين فالناس دي عشان طلعوا من نفس حتة المقاومة والكلام ده فالناس دي متشربة الموضوع ولذلك دائما وابدا بيدعموا ويمكن نزلت شرطة على سيلتك هو ليه سيلتك لان سيلتك اللي اسسه مهاجرين ايرلنديين كانوا تظلموا وبالتالي الناس دي حسب الموضوع فطول عمرها ده الارث بتاعنا دي سيلتك لسكوتلندي وكان في حد بيقول لي واحنا نشجع سيلتك ولا ايه شجعه يا معلم سيلتك ده نادي فعليا جمهوره حاجة خرافية يعني جمهور نظيف فعلا المهم مزروي واللقاء ما بين هوينس ورومانيجا والناس دي اتقعد مفيش حد هيتكلم بارن هينزل بيان تاني بس اتمنى اتمنى يعني ان مزروي ماينخش و مايترجعش وانا اعتقد ده يعني حسن ظن فيه ان هو مش مش هعمل كده مش هعمل حاجة عكس اللي هو مؤمن بي يعني اعتقد كده واعتقد ان مزروي حتى خلفيته الثقافية بتقولك ان الراجل ده عارف ان رزق على الله يعني ان الموضوع مش يتقطعه رزقي ومش عارف ايه والقصة دي مش هيهمه الكلام ده يعني بس الحملة عليه في المانيا تقيلة قوي وجديدة جدا يعني انت بتتكلم على اولا في المانيا الرأي الاخر ما فيش احنا بنشوف مثلا في امريكا في انجلترا فيه ناس بتقدر تتكلم شفنا مثلا محمد حجاب شفنا باسم يوسف شفنا شوية ناس كده رغم عدم اتفاقي معهم في مواقف اخرى ولكن الكلام كان كويس وكان بيعرض لك الوجه تنظر الاخرى وكمان بيخلي المحاور اللي هو بيرس مورجان مش عارف يرد ومش عارف يقول اي حاجة ولو حد بيتفرج وعنده دماغ هيقول لك الكلام ده اللي بيتقال عندنا في اوروبا ده بلع خالص لكن في المانيا مفيش حد لا بيتكلم خالص كده مقطوع محدش بيقدر ينطق لا في تليفزيونات ولا في اعلام ولا في صحفة والكلام ده شفنا من ايام قطر حتى وجهة النظر وفقط فما بالك بدولة الشباشب قال لك رئيس بقى ايه ربطت مكابي وبيرن قال لك ما فعله مزروي جريمة شنيعة بدعمه للارهاب ونتوقع اقصى عقوبة من بيرن يعني ايه مزروي يقول فري فلسطين يعني من البحر الى النهر يعني احنا ملناش وجود ده اللي اسمه ماير اللي هو رئيس الرابطة ومش بس كده وصل لرئيس اللجنة الرياضية في البوندستاج او يعني البرلمان الراجل ده بقى يعني هم الهجوم في الصحافة وفي الاعلام وكذا لا راح لحتة تانية خالص بقى والحتة دي برضو ايه هشارككم فيها هقولها لكم يعني من باب المعرفة بالشيء الراجل قال لك ايه رئيس الرابطة ده اسمه شتاينينجر قال لك مش رئيس الرابطة رئيس اللجنة الرياضية قاسف يعني لحاجة كبيرة رئيس اللجنة الرياضية في البوندستاج يعني بتتكلم في عضو برلماني بتتكلم تفاهم فقال لك ايه قال لك النادي بتاع بارني ده بيدين ل رئيسه او النادي ده تركة للرئيس كيرت لاندرو اللي هو كان يهودي واللي هو سايب لنا النادي ده فعلى بارني ميونيخ ان يعاقب مزروي وان يأخذ يعني مش بس كده ده طالب بطرده كويس انه ما قالكش نسحب منه الجنسيات بقى المغربية والهولندية والكلام ده كله لان فرنسا مثلا كانوا بيطالبوا بصاحب الجنسيات من بنزيمة وقالوا عليه اخوان مسلمين يعني انت فاهم نصت لفين فالهجوم عليه الرجل اللي هو واحده تماما بس هو مين كيرت لاندرو انت هتقرأ الكلمة دي ولا لارس لاندرو الرئيس ده هو فعليا كانوا النازيين بيقولوا على بارن النادي اليهودي وكانوا بيكرهوه بعض بقى الاقاويل تقولك هتلر كان بيكرهو اصلاه كان بيشجع شالكة اصلاه كان بيشجع نورنبرج وناس ثانية تقولك هو ما كانش بيشجع حد اصلا تفاهم يعني هو بيقولك ما كانش بشجع حد بس هو كان بيكره بارن دي واضحة لان كان اعضاؤه في البداية من الجماعات اليهودية هو كان بيكره وبالتالي هو كان دايما مش حبيبهم والرئيس ده لاندرو ده كان اتعلم تجارة او حاجة في فلورنسا في ايطاليا وبعد كده رجع كان هو ناشئ في بايرن ورجع بقى رئيس بايرن سنة 1913 بعد كده قامت الحرب العالمية الاولى وهو راح حارب حلو والحرب دي خلي بالك منها لان قصتها هتبقى فرقة معا بعد كده يعني هتبقى من الاشياء اللي هتقلب له حياته المهم رجع من الحرب رجع تاني بقى هو الرئيس بتاع بايرن من 1919 ل 1932 تمام الراجل ده فضل لغاية الحرب العالمية التانية بعد كده اتشال من المنصب راح السجن قاعد 33 يوم في معسكرات اللي عملها هتلر وطلعوه من السجن بعد شهر تقريبا زي ما قلتلك ليه بقى لانه حارف الحرب العالمية الاولى فشفعتله فخرجوه والحقيقة ان كمان هتلر قعدا بعض من اعضاء نادي بايرن عشان فكرة اليهود مؤسسين ومش عارف واعضاء بتاعه جماعات تمام هرب بعدها سنة 39 راح سويسرا بعد كده رجع سنة 47 بقى رئيس تاني يعني هو الراجل ده هو علامة برضه فاريخة لانه تولى رئاس بقى ثلاث مرات اخر مرة بقى 47 وانتهت سنة 51 وبعد كده مات 55 تقريبا فهو ده كيرت لاندرو اللي بيقولك تيركت وقرس والحقيقة هي برضه ابتزاز لبايرن وإدارة بايرن ويعني الموضوع في المانيا هو فيه يعني هتلر بقى عمل اللي عمله فالالمان بيشيلوه حتى الآن حتى لو فيه ناس زمان زمان وأيام هتلر وعاشوا الأحداث كانوا طبعا عارفين بحقيقة الصراع ايه وعارفين الدنيا عندنا ماشي ازاي وحتى حاليا يعني انا متوقع ان لما هيقعد مع مزرور انت عملت كده ليه يا ابني اخواتي ناس بتتظلم ناس بتتقتل ناس بتقصف بأسلحة محرمة تعيزنا اعمل ايه يعني اللي قدامه ده هيرد يقوله ايه هيقوله ايه هيقوله انت عارف موقفنا وعارف ان احنا معا كزا وان احنا ما ينفعش لا موظف ولا لعيب يخلفنا هيقوله كده بس هو انا ما اعتقدش انه هيجادل او هيقوله ايه حاجة لانهم معارفين بس مش هيقدروا يتكلموا وما عندهمش خيار الا ده وللأسف هو خيار مبني على شيء سيء جدا طيب هو مصير مزرور هيبقى ايه يعني مصير مزرور المطالبات بطردوا والمطالبات بقالتوا او ازلتم الفرقة ومطالبات باقصر العقوبة ممكن يوقع عليه عقوبة اكيد بغرامة مالية ولكن انا اعتقد واتمنى ان اعتقادي يطلع خط ان مزرور في اقرف فرصة مش هيلعب في بايا وهيمشي مش بس عشان موقفه ده بس موقفه ده هيزيد الموضوع لان اصلا تخيل كان عايز يجيب كيل وولكر وما كانش اصلا عايز مزرور اساسي وفي لحظات كان بيحب يلعب لايمر عليه وكان بيقول ان لايمر واخد خطوة على مزرور فهو كده كده اصلا مزرور فاهم التيتا وعارف اللي فيها ومن الصيف كان بيفكر انه يمشي فمزراوي ما هموش اي حاجة لا مركزه ولا اي حاجة الا انه ينصر قضيته وراجل عملها وكان شجاع جدا وبالتالي فكرة مزرور وبايرن اعتقى انه هيبقى فيه انفصال وشيك يعني يناير في الصيف حاجة كده والحقيقة ان مزرور يعني الواحد مش هلقان عليه انا قلتها يمكن قبل كده لما كان بيلعب عليه لايمر اللي هو خالص ما بيعرفش يلعب باكي مين قلتلك ان مزراوي في اي فريق كبير في اوروبا هيشتريه وهيلعبه اساسي كمان لانه اصلا اللعيبة في باكي مين يعني في اوروبا مش موجودين كتير انت فاهم فالموضوع بالنسبة للمزراوي مش مقلب بس مزراوي هيظل في حتى لو مشي قعد هيظل الراجل والراجل اللي اخد موقف كبير جدا للاسباب اللي قلتها لك مش اي حد ياخدها في دولة زي ألمانيا وفي نادي زي باير طيب ليه بقى بص تعالى معاها لاخر حاجة في الموضوع ده الكلب مكالين بالنسبة لباير يعني باير تمام انت خدت الموقف بتاع تمانيا انت مبتز انت عليك ضغوط انت منبطح انت منصحق انت الحكومة كذا انت شولتز مثلا رئيس المستشار ده كان على طول هناك دلوقتي اوكي تمام مفيش مشكلة واحنا مش هوب اللي احنا عارفيه الكلام ده يعني من أبد الأبدين يعني ولكن فكرة الناس اللي ما تعرفش يعني بيتعرفوا جديد ان انت وصلت الفين لكن حلو انت كباير كدايما روت جيجن راسيسموس الأحمر ضد العنصرية ودايما الإشارة ودايما قبل الماتشاط وشيء جميل جدا وشيء ممتاز لكن انت نزلت الباني الأول وانت وقفت معاهم لأن المدنيين بيموتوا ورحت معا دون التحقق من الروايات والحقيقة جماعة انت لما بتيجي تناقش ناس واخدى الموقف الآخر على فكرة انت مش محتاج تتعب نفسك معاهم في الكلام انت عندك كمية فيديوهات شرحة نفسها مش عرب ولا مسلمين ولا حاجة انت عندك كمية ناس طلعتها ما شاء الله عليهم يعني كلها من الناس اللي توطنوا في النكبة والناس اللي راحت أوروبا والناس اللي حربت هم اللي بيتكلموا وعندك المظاهرات اللي كانت في اليهود أصلا في أمريكا نفسها ناس مش مع الناس دي خالص وعارفينهم وكشفينهم من نفس الدين يعني فانت مش محتاج لك جيب لهم مع عرب هم نفسهم منهم فيهم كمية فيديوهات رهيبة ابعتها لهم زي مريا جوارديولا الناس اللي عادة تفهم هتفهم الناس بقى اللي مش عادة تفهم عنهم ما فهمه لكن في الآخر بايرن لا عمل حقيقة صراعه ولا فهم حد ولا أي حاجة فوق ده كله راح جاي عمل ما نزلش بيان تاني على المستشفى مثلا المستشفى المعمداني دي انت ضد العنصرية انت كان بانك عنصري اصلا انت اخذت الموقف ده ضد اطفال اشلاء الراجل بلم ما شاء الله عالسابات يعني ما عرفش ايه القوة دي ولكن سبحان الله يعني الراجل بلم اطفاله في كيس هل ده مش يتواجر لك انك تنزل تويتة من كلمتين تقول ان انت الان برضو على فكرة مشجعين بارن ماتوا في الحرب دي برضو كانوا بيشجعوا بارن وبيلبيسوا تشيرت بارن وتشيرت المانشافت فانت عندك ناس برضو هنا لو انت كنت قلقان على المدنيين فرضا يوم تمانية عشرة طب انت الناحية التانية ما تنزل كمان حاجة كلمتين تغسل بهم اللي تقال لكن لا يعني هو الموقف قلتلك جاي منين ورايح فين مش بس يعني العنصرية هنا يعني انت هي ايه العنصرية يعني هي العنصرية بالنسبة لك حتة اللون حتة النانة ما تكلمش على الشواز واشي العلم الرنبو ها دي العنصرية يعني عندك ان واحدة تتجاوز واحدة ان واحد يتجاوز واحد ها دي بالنسبة لك ها دي الحرية ها دي بقى يعني ها دي ها دي الفولة بتاعتك بينما الضرب والقاتل والدم والاطفال واللساء والشيوخ ومحاصرة من الاتنين مليون يا جدعة ما بيدخلهمش ازازة لبن حليب مش العنصرية دي انتوا عبط يعني هم بقى والاوروبيين وانتوا عبط يعني دي حتى ماكرون اتكلم قال لهمش معقول اللي بيحصل ده ماشي فدي حتة سياسة الكلب من الكلين طب انت بتحقق مع ده الراجل اسمه دانيا البريز ده دانيا البريز نزل بيان ماشي يا معلم اهلك وناسك وصحابك واخوتي وقرايبي وبنت عمي والجران وبنت خلتي حلو بعدها نزل فيديو تاني وحاط بقى فيديو والبيبيهات طب الراجل ده اتا مبتكلموش ليه برده لو انت ملكش دعو بالسياسة وملكش دعو باي حاجة خلاص تقفل على الاتنين هده وهده عشان نشوف ان انت ضد الاتنين مش تجيبلي مزروي بس والتاني لأ وبعدين برده انا ما شفتش دولة مظلومة بتضرب في اللي ظالمها دخين على اسبوعين يوميا مفيش حد مظلوم يعني بيدرب طول النهار طول النهار بيدرب ده ايه يا عم الظالم الغلبان ده في حد ظالم بيدرب طول النهار الظالم ده هو اللي بيدرب فبرضو شيء مش طبيعي بالنسبة ان انت مصدق الكلام ده ومكمل وبتحط هنا وما بتحطش هنا وعمل حساب مشجعينك دوله مع انه ما فيش مشجعين اصلا دي كمان بيكروه خلي بالك من حاجة ان اه الالمان اه ادوا لل دولة الشباشي بدولهم طيارات مسيارة وعلى طول تبرعوا حلو وحاولوا يدعموهم سياسيا بقاي طريقة خلاص هو لازم يحصل كده تمام انا قلتلك مرة في الحلقة اللي فاتت ان قالوا اجلاء لكل الاجانب ويجوا بتارات عسكرية مع عدل الالمان قالوهم احنا مش ما امن لكم ما بنامنش ليكم تعالوا باللفت هنزة بتاعيكم خطو خطو الالمان اللي عندنا خلي بالك شايف ازاي بيعملوهم بيعملوهم من فوق قوي يعني وباستعلاء وبابتزاز بكل حاجة تمام في بقى شيء تاني عايز اقوله برضو حيطة الجمهور الجمهور بتاع بير اللي هما في المدرجات دول اللي هما الحتة دي برضو كانت قرفاني قوي الواب بواتنج ده جابوه قالوله اتدرب وبعد كده مرضيوش يوقعوا معاه عشان الجمهور كانوا اخذ موقف حلو الجمهور اخذ موقف من ايه الجمهور الحسيس قوي ده اللي في المدرج الجنوبي اتخذت موقف من واحد سيبك من بواتنج توظف بواتنج خدت موقف من واحد قضية ماشي وعدت اشتم فيه ومش عايزه يجي اصله هيلوز قيمنا بس انت قيمك ان انت تدعم دول طب جميل طيب بواتنج عمل ايه بعض من الشبهات والقضاء ما قالش كلمته ان هو كان بيبتز صاحبته وصاحبته مش عارف ايه وكلام من ده ابتزاز عنف نعم تدعو الصعبات ولا يعني اللي انت شايفه هناك ده مش عنف ولا اي حاجة طب الجمهور ده مش لازم يدعم مظراوي برضو مدام انت حر اوي كده مش لازم تدين برضو مدام انت حر وهتقولي طب يدين ليه مهي سياسة هقولك طب ما هي قطر لما كان الجمهور ده بيقعد يشتن في المدرجات والاعلام ده بيشتن برضو في الاعلام وفي التلفزيونات وفي الصحافة على قطر وتنظيم كاس العالم يقولك حقوق انسان طب وبالنسبة للناس اللي بتتقتل وبالنسبة ما هي سياسة بسياسة جمهوره الاعضاء قوموا الدنيا على فكرة الرعاية بتاعة الطيران القطري لغاية ما قطر فسخة العقد هتنوم غوروا بقى مش عايزة الكلام بتاعكم ده فالجمهور ده برضو ايه وضعه اللي هو ممكن اقولك فيه نفاق انت مش عايز بواتنج يلعب وممكن يشتمه في مزراوي وكتير شفت ناس بتقولك تيروريست ومش عارف ايه والكلام ده مانا اقولك الاعلام ليه عامل بس فيه ناس كتير فهمة بس ما تقدرش تتكلم خاصة في المان احصول كده انا قلت كل حاجة عن الموضوع ده خلينا ندرد شوية مع اصدقائنا نتكلم في اي حاجة الواحد كده كده كان طائق وعايز يتكلم والدنيا ايه مرجحة فعلا او اخونا هنا بقولك العامل زال الحكومات العربية لم تفعل شهادة رمو الأرض ما انا ما اقولك ما هو ده اللي انا بقوله انا هلوم ايه بقى هلوم وهليل بس انت بقى بيجرحك ايه جرح القريب مين القريب انت بتشجعه انت طفل يعني بس يعني في الاخر انت بفاهم واحد اسمه الاخونا من العين او اسمه العين حكيمي متابع من محكمة البريد بتوها ملفقة لا يستطيع انت حدس كما سابق لا انت حدس عن فلسطين فالولد وتعالنا دي حايفا عمل عليها حفلة واعتداء بالجاجات دقانيات خمر يعني الراجل بيقولك ان حكيمي موقفه صعب عشان عنده قضايا دلتا كوديكس بيقولك كورتوه اسخب شخصية بالتاريخ متضمن مع الكيخ اه كورتوه اه بس ايا الفكرة ان اا لا هو اللي عارف اللي ارخم منه ايه لوات زنشنكو زنشنكو ده لاخيم قوي بقى اا بالضبط يا محمد سيف الدين تحية لك يا رئيس والله يا معلم كل واحد حر بقى انت اللي يبطل يشجع ناس كتير كتبتلك مش هنشجع ومش هنعمل الفكرة ان انت يعني هم دخلوك في مزنق يعني احنا بنتكلم كورة وكلنا عارفين الفولة يعني وخلاص ثقافتهم ودنيتهم بس انت ثقافتك دي كنت عايز تفرضها علي في الالوان قلتلك مش هتفرضها انا اسف وهاجمتك خلاص لم الدور لم الدور جي دلوقتي ورح اقيل لك انا باخد المنحة التاني ده خالص فشيء يعني حطوك في موقف انا بيني وبينك انا بقى لي فترة دلوقتي بتفرجش على كورة خالص يعني انا مش قادر اتفرج على كورة اصلا فبيني وبينك لا لا قافل من الكورة خالص ولا اي حاجة حتى ماتش مصر والجزائر ده انا اتكلمت عليه بس انا شفت اللقطات يعني ما اتفرجتش عليه اصلا مش اتكلمت عليه كتحليل عملت عليه شرط يعني على الناس اللي في المدرجات واللعيبة والكلام ده كله زياد بيقول لك يا زعلان على مظهره هو ممكن يمشي ولا لا ممكن لا لسه ايلي يا زياد ان هو ممكن يمشي عادي هيمشي ممكن في يناير ممكن يعني هو برضو هيفضله ضده وهو الافضل لي لو الوضع هيبقى متأزم يخرج من المانيا يا عم ويقعد ليه في المانيا فيعني لا يعني انت لو هيفضله بقى عاملين عليك حملة داخل النادي وفي الاعلام والبتاع يعني ليه اقعدني يا عم ما انه باخد كام يعني اللي باخده هنا هاخده هناك وعلى الله يعني وعلى فكرة ممكن يروح يلعب في دوري زي انجلترا عادي يعني وايطاليا هو اصلا كان ممكن يروح يلعب في اليوفينتوس كان جاي له عارضة او كانوا بيكلم الوكيل بتاعه فالدنيا معاها هتمشي عادي يعني هو مش هيوقف هنا حبيبي احمد يا غانم مناور يا ريس اصعب كلمة سبعتها من دكتورة وتشفاءات غزة بيقول لي موضوع جديد والله انا اقش في قليل والله يا معلم انا يعني المشاهد دي كلها متعرفش الواحد بيحصل له ايه الواحد تحس انه منصحق جهاد صالح او جهاد بيقول لك انا 22 سنة ما شجع بيرن انا يا جماعة ما شجع بيرن دلوقتي داخل في كم سنة 92 يعني 6 سنين يعني داخل في 32 سنة 31 سنة الاسف انت بتتكلم في عمر عمر كامل فهي لما تيجي الصدمة من حد كده وبعدين اللي صدمة ايه أنت مش بتدعم مثلا انت بتدعم شيء بتدعم شيء صعب جدا اه اقول لك حاجة انا مثلا كتبت ايميلات بعدها ل Hong Kong عارفين مش هيتكلمه. ما تتوقعش ان بايرن ياخد موقف اخر لان ده موقف تاريخي ليه يعني ليه جزور بالنسبة للالمان عموما. احنا عارفين الكلام ده. بس هي الفكرة ان انت يعني ما تقدمش بشكل مجاني كده وبطريقة غريبة وتدوس على كل الناس اللي هي من الطرف الاخر اللي بتدعمك يعني. ايه دي بيقول لك حبيبي يا رياضي عساف بنور عمر عمر اذا تم طرد مزروي سوفنا طقف عن ترجيع النادي بسبب ان تخله في المبادئ القيم. هو انا قلت لك يا سياسة سياسة غريبة يعني. يعني هو سياسة مش شايفك وخلاص فهم? هو يا جماعة بصوا هم هم يعني. انا بقول لك هو الالمان في الحتة السياسية هو بيضحي باي حاجة رياضية. هو طز يعني. بايرن هو انعكاس الكرة الالمانية وفي حد في كرة في المانيا غير بايرن في نادي غير بايرن مفيش. فهو هيبقى المتحدث باسم الدولة يعني. فهو هياخد الموقف ده. اللوم ان انت ما اعملتش حسابنا يعني. يعني اعمل حسابنا مسلا في ايدانة المستشفى. يعني عارف انت يعني ممكن ايه من ناحيتين تديها حتة كده وتديها حتة كده وانا عارف ان انت بيبتزوك وعارف ان انت بتدفع لوم. بس تعمل حتة تانية انسانية. لان انت عندك اولا مشجعين اتراك وعرب ومن كل الجنسيات اللي هي حتى مش عربية بتشجعك واخد الموقف الاخر. فانت ليه رايح اوي كده لنحة. ليه يعني? يعني اوكي انت يوم بتدعم الالوان زي ما قلت. يا شي دي ادعمها. يا ادعمها عندك يا عام. انا مش انا طز يا عام. راجل اتجاوز راجل. واحد بيشز مع واحد يعني انا هعمل لك ايه بعيد عني. بس انت هنا دلوقتي انا مفعولهم به. ومتبهدل. ومتحاصر. ومحطوط عليا. وكل الوان العذاب. وبتحصل في الفين تلاتة وعشرين. وانت مش هيفني خالص. ايه يا عم? ايه يا عم في ايه? بخاف. ايه بقول لك حاجة. خاف على القطط والكلاب. اللي هي في الشوارح هناك يا عم. مش انت بتخاف عليهم? يوسف المسيري. ما بقول لك يا يوسف الواحد بقاله عمري. يا معلم انا اقول لك حاجة. انت ذكريتك مع بايرن. انا عايز اقول لك حاجة. ذكريتك مؤين كان بقى النادي اللي بتشجعه. يعني ذكريتك مع النادي اللي بتشجعه. انا اكاد اجزم انها بتبقى اكتر من ذكريتك مع اي حاجة في الدنيا. انت عارف كده يعني يعني فرضا مسلا. اه مراتك. انت تعرف النادي اللي بتشجعه قبل ما تعرف مراتك. مسلا. ليك ذكريات مع حزن وفرح. سواء بقى بتشجع بقى او غير بقى الريال بقى الاهل الزمالك. اتحاد السعودي معرفش الترجي الكلام ده كله. تمام? اي حاجة. بشكل عام يعني. يعني انت فعليا فعليا. لسه جايلي برضو الفكرة. انت فعليا ليك ذكريات. وافراح مع النادي ده. وهيستمر معاك لاخر لحظة. يعني انت هقول لكو حاجة ربنا يعني ادي الاهل لكو وطولة العمر. الاهل بيموتوا. الزوجة ممكن تنفصل عنها يعني. ماشي? بس حرفيا دي حقيقة. النادي اللي بتشجعه ده. بتفضل معاك يعني منو انت زغير لغاية ما بتموت. بتفضل بتشجعه مسلا. بعقل يعني. يعني في اللحظات اللي زي دي برضو انت بتفضل ايه? اللي هو عقلك بينتصر. يعني النهاية. يعني لا اعتقد ان في مشجع فلسطيني البايرد هيبقى عنده نفس الاحساس للنادي. مش فلسطيني بس يعني كلنا يعني. هيبقى عنده نغزة كده وحاجة. يعني هتخليك دايما في عارف انت لما واحد يخضر بيك. واحد حبيبك. انت فاهم? هي كده. انت فاهم ازاي? فهي الخصة فعلا في النوادي كده. بس الموضوع في الاخر يعني. ايه دي رفم العنصرية? جهاب بيقولك انا عايش في المانيا يا صديقي وعارف السيرة كلها بس ما تدخيلش الوضع قد مقرف. يعني لو لسه في الوطن العربي ممكن التأثير يكون خفيف. اتفرج. ادي الجهاد اعيش هناك اهو. تعبان منهم. طبعا ان انت بشتدر تتكلم. وبعدين احنا وصلنا لمرحلة بقى ان انت بقيت كنت معادل السامية كانوا قارفين بقى انا دخلنا في ارهابي بقى انا دخلنا ان احنا ما نقدرش نقول رأينا في وفي ناس بتدبح. نتمنى انه ما يعقبش مزروي يعني. بس انا يعني هو لو عقبه مش فرق مزروي هيلعب في فرق تانية عادي يعني. انت فاهم? يعني ما بس ايه? بس هو مزروي انا اللي يهمني. لا اللي يهمني في مزروي حاجة واحدة. انهم ما يترجعش يعني. يعني مزروي هو اخد الموقف واستمر عليه وما خافش. فمزروي ما شوفوش مثلا منزلي ستوري ولا حاجة. انت فاهم? وماعتقدش هيعمل حاجة. يعني هو خلاص عمل اللي عمله. فبالنسبة لي مزروي عمل اللي عمله. فانا ده اللي يهمني. بيرنا عقبه معاقبوش وفي الاخر دي دنيتهم وحركاتهم وانا عارف ان مزروي مش هينضر. يا بال بالعكس انا بقول لك مزروي لو راح حتى انا اقول لك حاجة. تخل لانا قلت لك ما بيحبوش اصلا يعني. وهو كده كده هيروح يلعب في اكبر نادي عادي في اي دولة. هو عادي جدا. مفيش اصلا بكات يمين يا معلم يعني. فانت بتتكلم في في صباح صباح الفل يعني. حبيبي يا عم فادي تشكر يا رفا. يوسف المسيري حاسس بديئة كده وخيانة طب ليه مكان واسكوتو ما هو يا يوسف انا قلت لك هما هيتكلموا. بس هما يعني مجدودين من لسانهم اوي. ما تخرص يعني. يعني ما الريال خرس وبرشلونة خرس. بس هو وضعية المانيا مختلفة. خلي بالك خلي بالك من حاجة. خلي بالك من حاجة ان برشلونة والريال مثلا يعني اه ما تكلموش. ما تكلموش ليه برضو? لان جوة في اسبانيا مثلا المعركة ما بين الطرفين شغالة. المانيا لا. المانيا هو رأي واحد. لو قلت رأي غيره. المانيا يمكن اكتر دولة فيها كده بعد اسرائيل. يعني محطوطة على رأسهم فعلا جزمة قديمة. فهم فعليا مفيش رأي اخر. في اسبانيا لا فيه. في انجلترا فيه. يعني في اكتر الانجليز في شارع لفربون وفي شارع لندن مع بين الدنيا. انجليز يا رئيس. فالمانيا لا. فهم يعني انا بقول لك انا يعني اعتقد الناس الكبيرة فهمة بس هو زي ما بقول لك هو ده شيء كده عامل زي روبوت. بس يعني انا بقول لك هي الجرح الكبير يعني انت عارف? يسمع بقى يعني الجروح كل اغاني الجروح بقى اللي هي انا. اصلا تخيل عنصري من قبل المعارف مظهر ما بحبه انا افضل. ما هو 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 مش حكاية عنصري ما هو ما بحبوش برضو. يعني هو مش مش شايفه. هو كان عايز يجيب كل هو دماغه بقى. هو بقى شايف ان مظهر ما بيدفعش كويس. شايف ان هو مسلا ما بيتطورش. شايف انه دفاعيه مش قد كده. يعني هو بقى سيبك من الحتة للفنية دي خلو سيبك منه. ملناش دعو به. بس هو كده كده كان عايز يجيب حد عليه. يعني بالسلامة. يعني انا هقول لانا عايزه. وحتى لو بلعب اساسي على فكرة جماعة. يعني الفكرة كمان انت لو بتلعب اساسي. لو انت عامل عقود زي ما كانوا بيقولوا صلاح مع عقوده. معهوش حاجة ولا عادي يقدر يتكلم يعني. او تكلم اهو. بس هما كانوا بيبرروا. شبيحة. في النهاية الرزق على الله يعني. يا هو ده قدرك يا عم. بس في الاخر انت قدام نفسك طلعت راجل. قدام الناس اللي بيحبوك طلعت الراجل. وصيبك انت بقى من ناس وصيبك من كل حاجة. انت محتاج موقف في الدنيا يعني. يعني انت هتحسب لوحدك. محدش هيتحسب لك يعني. ولازم تاخد موقف. يعني هو الفكرة جماعة ان انت لازم تاخد موقف. للأسف للأسف ان يعني للأسف الشديد. ان احنا كلنا هنتحاسب على اللي بيحصل. ربنا يغفرنا تقصرنا. لان احنا بنحاول بنتكلم بنعمل بس احنا مفيش في ادنا حاجة يعني. يعني انا يعني انا مسلا مقدرش اجي مسلا عشان بشجع بار اقول اصاهيم بقى. مش هعرف اعمل كده. لازم هتكلم. دعمه الالمان الالوان مش هقدر اصاهيم. لازم اسجل موقف ماليش فيه. بشجحهم ما بشجحهم. لازم اسجل موقف انا مش اللي انتو بتعملو ده غلط. عشان الناس تبقى عارف. واحنا عارفينه. يعني ما احنا بنتكلم في الكرة ما فيش واحد فيه نهبل يعني. مش عارف ان حتة الالوان وحتة اسرائيل وحتة الدعم ليه. ما احنا عارفينه. بس جات بفجاجة زيادة عن اللزوم واحنا بننزف دم. وللاسف الدم ده هنتحسب عليك. لان احنا مقصرين. في الواحد بقى بيخلص دمته بينه وبين ربنا. وبيقول كلمتين اللي هو نقدر عليه. ولي يا اضعف ايمان لو ربنا غفر لنا. لان انا ماعتقدش ان احنا ربنا هيخفر لنا يعني. اللي هي اللي بيحصل ده يعني ده يعني. لا يخفر لنا هنا. ولا يخفر لنا في الصين. ولا يخفر لنا في سوريا. ولا يخفر لنا في اي حتة. بس ربنا يعني رحمن رحيمه عارف ان احنا يعني للأسف وهي غلطتنا برضو. بس هي غلطتنا طبعا بس يعني ربنا يغفر بقى. عمر صلاح بيقولك الالمان سيبيل مشاكل في الكرة. يوم مش جابوا لك نجل زمان يا عم بقى. تعايزي تاني. ويمسكه في وضيئة الالوان ويدعمه اليوم. زياد بيقولك بالضبطة كنت قد احنا هنتحسب على الكلام ده بس. اه وبالضبطة دي اه وبنعمل اللي علينا. الله بنسجل موقف بنسجل كلمة بنسجل تويتة بس عم ده. انت في مقابل ده ايه? انت مش شايف الطرف التاني المجنون بيعمل ايه? انت بتسجل ايه? يعني في النهاية ايه? ومفيش. بس بس عشان الناس برضو ما تقولش لأ ما لهاش لازمة. الكلام ده بيفرق. لما بنزيمة يكتب كلمتين بالفرنساوي عنده. فيشوفها خمسين مليون. فبنزيمة يهاجم في فرنسا. وعادي يسحبه منه الجنسية. فلا. اصارت. طب بنزيمة ده اهم لعب فرنساوي يعني. حتى لو بلعب في السعودية حاليا او بيخلص كريره. بس الراجل ده اهم لعب. وبعدين جاي وورا جهة بهير الريال. اللي بتعتبره اسطورة. هدف الريال يعني. التاريخي. فبتكلم في حد ورا كمية ناس هتقرأ وتسمع. ولو ما اقتنعتش بتروح تدور. انت فاهم ازاي? فبنزيمة اخوان بنزيمة بيدعم مش عارف مين. لأ الكلمة مهمة والراجل عمل صلاح. بغض النظر عنه هو ليه مخاخص كتير جدا. بس على الاقل شايف الحاجة اللي هو على الزيلها دي. على الاقل على الاقل حتى لو هو كلامه مائع. بس خمسين ستين ميت مليون شافوها. هيشوفوا هيتكلموا هيغير رأيها هيضغط على عالم المجانين دول. هيخليهم على الاقل يبطلوا قتل يعني. حتى يعني حتى لو ما فيش اي يعني شيء اللي انك تبطل قتل. ان شاء الله رغم ده يعني حاجة تفق يعني. يعني انا مش بقدرة تخيل ان بيحصل كده. واحنا مستنيه ازا كيلو السكر وكيلو الرز. مش قادرة تخيل. لان في الناس هي اللي يعني الناس رايحة وبتتقتل. يا عم ونعمة بالله يا عم يوسف. احنا احنا تايبين يا عم و احنا عملنا حاجة. احنا بنتكلم وبنقول وبنقول غلط. بس انا بقول لك وبأعظم من فكرة ان احنا هنتحاسب على ده. لان في ناس مش فهمة ان عادي المشكلة احنا مالنا. مش جنبنا. مش جارنا. مش احنا. مش عيالنا. تفاهم ازاي? فانت هتتحاسب. هتتحاسب. شوف انت بقى كل واحد عمل ايه وقدم ايه وحاول ازاي انه تغير فكرة او يعمل. فاهم? ولذلك وتحية بصراحة للناس كلها اللي على السوشيال ميديا عملت شغل عالي جدا. مهند الجبوري بيقول لك يا مش جايي النادي المنتخل لكن بعد موقف في النادي المنتخل يصبع تشجيعهم شيء مقرف. وعندنا بقى النادي يخرج بوصف صفر. وعايز المنتخل بيخرج بمسوط ربا بفضيحة. والله يوم بقى على نفسها جانب براقش بقى. بص فادي الحلاة بيقول لك من سوريا يا عام والله اللي بيحصل بغزة بيحصل يوميا يوميا في ادلب. اهلنا بصف جدا. قول العربية بنعرف ان قولكم مش عارفة. حبيبي حبيبي انا بقى انا اصلا يعني عايز اقول لك ايه بس. يعني يعني مثلا من الحاجات المقرفة سياسيا مسلا. يعني اه واللايات خليك تكره السياسة برضو. ان مثلا اللي بيدرب ادلب مثلا ده. هو بوتن. بس هو النحية التانية عمل فيتو لادانة اه عدم ادانة المقاومة. يعني وخلي بالك يعني عشان تبقى الناس فهمة. يعني انا اصلا امي من سوريا يعني. والي وطبعا حصل لي اللي حصل للناس كتير هناك. ان مثلا كان عندي بيت مثلا انا مصري مصري وليا هناك برضو حاجات. فالمهم اللي حصل بيحصل في غزة ما هوات عمل من هناك اصلا. هو ايه اللي حصل هناك. بس هو الفرق هنا مدينة. هناك مدن. وابرصة طبعا حلب. مين اللي عمل ده؟ بوتن. وعمك اللي مستمر ده. ومعاه. اصحابه. بدون ذكر بقى عشان الناس ايه؟ فهمة. يعني طيران بيدرب صباح الفل هو نفسها. عملية ايه؟ عملية ان هوات تضرب 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 بالطيران. فبنعمل ايه بعد كده؟ بنعمل ارض محروقة. فبندخل بري عشان ناخد البلد دي. لان ان احنا كحارب عصابات انا عرفش ندخل. او بنو بقى اضعف. كجيش نظامي ما يعرفش يحارب حروب عصابات. فده اللي حصل في سوريا. اتعلموا مين? اتعلموا دول. هم دول اصلا يدوا دروس الابلسة يعني. لكن في النهاية اه الناس دي عملت اللي عملوا هناك في سوريا. فيعني تلاميذ نجاباء يعني. بس السياسة برضو مقرفة. يعني انت تلاقي ناس بتهلل لبوتن. بتهلل لايه يا ابني. انت هنا دمك رخيص. هنا دمك رخيص. وهما في الاخر لعبة واحدة وبيلعبوها. بس هو هنا ده زعلان منه في اوكرانيا شوية. فيعمل اللقطة. زعلان من الامريكان سنة في حتة وهم قارفينه في اوكرانيا. فبيعمل لقطة هنا. بس في الاخر ما هو نفس القصة. هو الدم واحد يعني. سواء في ادلب ولا في غزة ولا في. ولا في الهند. الهنود ولا دي الهير ما دول. يعرفش الهنود اخصتهم برضو. حبيبي يا يوسف. والله يتمنى يا بودي ينزل حاجة. بس يعني كانت فرصة كبيرة جدا بعد المستشفى. ليه? لان كل الناس نزلت. يعني انت بتتكلم على بتتكلم الراجل ماكرون الراجل اللي نزل تويتها قوية جدا هي اخوة من بقى صلاح اصلا. السياسة كورت القدم خلاص هي دخلت. لا. هو ليه السياسة كورت القدم? لان الكورت القدم شعبيتها قوية جدا. وبتوصل لكل الناس. اطفال شباب كله بتباحها. وفيه كمان ادوات للتأثير على الافكار عبر اللعيبة اللي الاطفال بيحبوها وشباب بيحبوها. فسهل قوي ان انا امرر افكاري عبر اللعيبة دي. ولذلك الكورة دخل فيها السياسة والاشياء دي كلها عشان تمرير الحاجات دي. يعني فكرة دعم ده مش دعم ده. تمرير الفكرة. والكورة بقت عاملة داي السينما. يعني مش عارف انتوا عارفين فيلم باربي ده كان نازل ازاي وقصته عاملة ازاي. فيلم باربي ده بلوة مسيحة. فيلم باربي اعلى فيلم جايب ارادات للستوديوهات اللي انتجته باراماونت او مش عارف ايه. او ورنر برازرز حاجة كده يعني. احدى يعني الشركتين دول. اعلى ارادات في تاريخ. الفيلم بلوة. تمرير للصبح. ومستخدمين ايه? مستخدمين اللعبة. اللي كل البنات بتحبه. فيدخل يلعب في الدماغ الناس. الكرة كده برضو. بس ردود الفعل بتقلم. يعني دول انجليزي هو الاكثر مشاهدة. لما حصل فيه تبايا في ردود الفعل. وحصل فيه اه صحيان بدري. والحياة الحقيقية وقال برضو ان محمد انني كان ليه برضو الموقف الاكبر في انجلترا. لما اخد الموقف ده فرد على زنشينكو الناحية التانية. فالدوي الانجليزي حس بقلق. او ربطة الدوي. والمنتخب والاتحاد الانجليزي فحسوا بمشاكل. فقال لك لا بلاش خليها نحايد. وعلى فكرة الاسرائيليين هجموا التحاد الانجليزي وهجموا ان هو ازاي ما تولعش ملعب ويمبلي بقالوانة. ازاي انت مش معانا. تفاهم ازاي? بس المواقف دي قدرت انها تعمل ردود فعل ما اتمررش الافكار دي يعني. مايكل ميلاب يقول لك ارفع قباة المزروي هو مش مستعبد لاحد. بالزبط كده مايكل بجد يعني. السياسة واعلان في القزم من ملة الكفر واحدة يا كابتن عمران حاسي ان همك هاسين عينه. لا انت مش حاسس يا زي. انت مش حاسس انت انت شعورك قوي. حبيب يا فادي الله يكريمك. يا عم انا اللي هتشرف بيك يا عم. يا عبد اله عصماء. يا عم مش هرد عليك ليه طيب انت حبيبي يا عم. بس هي ما شفتهاش لاني كنت بتكلم. انا اسف. فهد العبد منور يا فهد. السلام عليكم يا عطي الله يا حبيبي يا عفي. ممكن سؤال بعد الموقف من برنجي راح يخير المشجلة عرب المسيين ما يتبعو. ما يتبعوش متفهد من سوريا. حبيبي يا فهد. الله يا فهد دي ده كل واحد ورأيه. يعني انت فاهم. يعني احنا بنشجع برنو عارفين القصة. هم دلوقتي يخدوا موقف زيادة اوفر. يعني عارفين الحاجة الناس القديمة او الناس الكبيرة شوية فهمة. المانيا ايه وفهمة. فبتشجع الكورة. ماناش ضعوا بالكلام ده. بس في النهاية كل واحد ليه موقفه. انا حاليا مش مش بتفرج على كورة بصراحة. يعني ماليش نفسه اصلا. بفتح كورة ولا بفتح غيره. لغاية ما الناس دي ربنا ينجدهم يعني. هم اهلين في غزة وفلسطين. ما اقدرش اني ناس هنا يعني ناس بتقول لي او انت ما تكلمتش على امريكا والمانيا ليه. يا عمل انا كاتب لك. ايه لك في ناس معانا في القناة هنا ماتت. يعني في ناس في القناة استشهدت. في ناس في القناة انا عارفهم ادهم واحمد الله يرحمهم واحمد وحد اسمه اشرف. معرفهم معرفة سطحية يعني. بس انا عارف انهم امتابعيني هنا في القناة وبيكتبولي وبيبعتولي. الناس دي توفت استشهدت. انت عايزني ان اطلع اتكلم لك نجل زمان لعب تكتيك ولعب مش عارف ايه ولعب ده اطلع اتكلمك انا مش. الحلقة اللي فازت اللي انا عملتانا وكنتش قادرة اتكلم خالص. كنت تعبان جدا. ليه اخر واحدة? كنت فعلا كنت وخلصتها وحازت انه ضغطي علي جدا يعني. بس انا انت عايزنا اتكلم يعني اتكلم لك في كرة ايه اتكلم فيها يا عم. الواحد بيتكلم في الكرة كا بيفط فط بيتكلم. انت فاهم? بس مش هكلمك والدنيا كده يعني. هو ايه? بيقولي ما اتكلمتش ليه في مطش المانيا وامريكا والمانيا والمكسيك. يا عم المانيا والمكسيك ايه وامريكا ايه يا عم. بقولك الناس ماتت بيتفرجوا علينا. يعني انا اروح انا ايه بيتفرجوا عليها فانا خلاص اتكلم بقى. وبعدين في حاجة الناس كتير قوي فقدت بيوتها. الناس هنا في القناة عيالهم ماتت. فانا مفروض ان انا اتكلم اطلع اتكلم فيه اطلع اتكلم في القناة يعني. قالونا ان مزروي وبايرن اللي احنا بنشجعه. والموقف اللي حصل فباتكلم فيه. وبعدين كنت اصلا طائق ومش قادر. فقلت هنعمل الدرداشة هنتكلم. هقول الواحد بياخد ودي. بودي صالح يعني. اه انت بترد على واحد ماشي. كنوبوس بيقول لك كيف طالي مستقبل اللي عبيه العراف في الدول الالماني والفرنسي. في الدول الالماني خلي بالك عيسى العيدوني كموقفه برضو الواحد. انا انا عمل شرطات على الكلام ده. عشان ما حدش يقول لي نسيت حد يعني. يعني كنت عاملة الناس اللي طلعت في الاول وتكلمت لان دول اجرى. بينما في الاخر دول خلاص يعني. هو ناقص اكتر من ماكرون بيدعم يعني خلاص. الناس اللي قالت في الاول في اوروبا. دول الناس اللي كان عيسى العيدوني مسلا برضو في المانيا في يونيون برلين. اه ادور الغازي مسلا ده تكلمنا عليه النهاردة. مزروي تكلمنا عليه. اه 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 فطبعا بالنسبة لهناك السنطة برضو خلي بالك. في مهاجرين كتير عرب هناك. فهو بطبيعة الحال انت مش رحب تسيطر على الناس وهم بيتجنسوا. ببقى معهم جنسيات المانية. ففي لحظة اه العرق بتاعه بينقح عليه يعني. فهو غصبا عنه بيلاقي نفسه برضو بيلاقي الموضوع بقى ايه بقى طرفين. فهو بيختار الطرف بتاعه. زي اوزيل ما اختار في يوم. زي ما مزروي اختار. مزروي نفس القصة بتاعت اوزيل ما هو برضو طالع في اوروبا عادي. بس في النهاية كل واحد بيروح للطرف. فكرة انه اما يسيطر وما يدخروش العرب والكلام ده صعب يعني. الاولا في فرنسا كده كده عندها كمية مهاجرين من شبال افريقيا كتير اول. وهما معهم جنسيات فرنسية. فما تقدرش تاخد منحة عنصري منهم وما تلعبهمش. فكرة بقى اللي هو ايه ان انت لو تكلمت اسجنك. لو فتحت بقك مش عارف ايه. بس في اللحظات الكبيرة اللي زي دي بيبقى تهديد اكتر. يعني مثلا موسى التعماري مثلا في في مومبليم صعب يسجنوه يعني. صعب انها تتنفذ. لانها لحظة عظمى كبيرة. في النهاية بتشوف رئيس الوزراء مثلا او بتاع بيتكلم بيقولك المستشفى ده ده عمل عمل فضيع ومجرم وكزا وكزا وكزا. ففي النهاية انت بتشوف ان اللي انا كنت بقوله كان صح فانت قدنتوا بعد كده. بس انت كنت مستني ايه مستني يبقوا الموضوع فج اوي للدرجات دي. مستني مجزرة كاملة وشكل ومشاهد ايه مينفعش تحصل دلوقتي بنشوفها. كانت موجودة في سوريا برضو. يا نفسها. عمر بيقولك في في الافكار دي برضو بتتمرر في افلام الكارتون. صح برضو. افلام الكارتون صح يا عمر. ده بوشورتي بيقولك اللي بيدرسوا لغيته عشان يعرف احنا بنفكر ازاي بس عمرنا معرفنا بنفكره ازاي وتعلمنا لويتهم. هم عشان عندهم برضو عندهم برضو يعني هو خلي بالك برضو هي من من ناحية اخرى. هي يعني هي كيان وسط. لازم تحط في اعتبارك ده ان هي بتفكر بفكر الاقليات. بفكر الكيان المحاصر. فهو لازم دايما يكون عامل حسابه وبيدرس الناس اللي حواليه. ده شيء طبيعي. بس هم اغبية برضو. هو مش اسكية ولا حاجة يعني. يعني اللي عملوه مسلا انبالح ده قمة في الغباء. يعني قمة في الغباء. هم هم طبعا من ناحية تاني بيقولك ادي احنا ماشيين للنهاية. بس هم اغبية. لان في النهاية كانت على الاقل العالم مكانش يعني كانوا الغرب والكلام ده بيدعم اه بس حط رجل وراء ورجل قدام بس كده كده من تحت هم دعمين. بس خلت الشعوب تضغط على حكومتها لان هم شايفين مشاهد مروعة. بعدين انت بتروح للاطفال كمان الوضع بيبقى فضيع. بيتبقى صعبة جدا على العالم كله بقى. خاصة انه انت عملت تنشر تنشر وبعدين خلي بالك هم معرفوش يسيطروا على السوشيال ميديا بشكل قوي. ليه? لان فكرة العدد عندنا اكبر بكتير. وطبعا العدد ده هم بيخافوا منه. لكن انت محاصر برضو فيه? محاصر في في السوشيال ميديا. انت في الشارع لا مفيش. بس انت في العالم الافتنادي انت كتير قوي. فعليا كتير. والشباب عملوا ادوار فضيعة يعني. الناس كانت كل واحد بيعرف لغة اسباني فرنسي. كان شغال بشكل فضيع جدا في كل المواقع كانوا بيحاولوا كانوا اسكية كمان في الحرب دي بشكل فضيع يعني. فكرة ان انت بتشوف تحط الهاشتاج لا ده مش شغال. فبقدر احط تحت اكتر حاجة عملوها جامدة كانت تحت الناس في ردود. كانت بتخلي الناس بشكل فضيع. وكمان النقاش كان ممتاز. بص يا علي اا يعني انت علي دلوقتي شايف ان دول انا مش مش هتغوق يعني ايه ممكن اكلمك بشكل شخصي بس ايه القصة اللي انت بتقولها دي ان انت شايف ان الموضوع ده في هنا الفلسطينيين مقاومة هناك. اه هو هو انت علي معليش في الكلمة. شفت شفت اي حد قاوم من غير تضحيات. حرر بلده من غير تضحيات. فبفرضا يا سيدي هو الناس دي مش موجودة. حلو. انت مفترض ان الموضوع خلي بالك من حاجة. اللي بيحصل دلوقتي مثلا الشباب الاطفال اللي لعبوا عليهم وان فلسطينيين بعوا ارضهم وان الفلسطينيين كزا. دلوقتي كل الناس دي بتجبر على المشاهد اللي بتشوفها. ده احياء للقضاء. القضاء دي هتستمر. فبتفضل موجودة. عشان تفضل موجودة لازي بقى فيه مشاهد زي دي. هو الا هيبقوا التانيين مستبحين كل شيء. مستبحين بالفكر. مستبحين بال بالفلوس. مستبحين بشرة. كل ما حولك يعني. فانت شايف ان المقاومة دي خلاص بلاش مقاومة. كله يسكت. يعني كله يسكت بقى. وبعدين هو ما معلش يا علي برضو. والناس دي حتى لو راحت اللي انت بتقوله. هي راحت ليه برضو. وبعدين زي ما قلت لك. بوتن اللي بيضرب في ادلب واللي دمر حلب واللي دمر كل البتاعدة ما هو عمل هنا فيتو. الموضوع هنا سياسي. انت فاهم? والناس التانية دي ولا الكلب يعني. بس هي الفكرة كلها ان الموضوع سياسي. ولازم يبقى فيه كده كده مقاومة. لان لو ما فيش مقاومة الموضوع انتهى يعني. لو ما فيش تضحيات انتهت. حتى القضية دي هتموت. اه انا ما كنتش متوقع ان يبقى في رد الفعل في الشارع. مش مظاهرات. لان المظاهرات احنا عارفين اللي بيجرالها. او بتتكلم مع حد ما توقعش ان عيال عندها سبعتاشر سنة تبقى بالحرقة دي وبالطريقة دي. الموضوع ده بيجرر وهيستمر. فدي الشعلة اللي لازم تبقى. وبعدين معلش انا برضو مشاهد من قلب الفلسطينيين اللي جوه غز. يعني. الناس بتتكلم. الناس بتتكلم بشكل واضح جدا على السبت. على الصمود. فانا مش هزاق يعني انا مش هتكلم بهين والفلسطينيين. بالعكس. بالعكس يا عالي. يعني اللي حصل ده يوم سبع اكتوبر ده لا طبعا. ده يعني ده رفعة رأس الفلسطينيين. معلش? وحتى اللي بيحصل المشاهد دي. اه اه نفس القصة صمود برضو للفلسطينيين. يعني لما تلاقي الستات مش عايز يسيبوا بيوتهم ويخرجوا ويقولك لأ مش هنتهجر ومش هنعيش النجبة تاني. لأ. انت بتكلم في ايه? يعني ازاي بهين الفلسطينيين يعني. بص انا بحبش باسم يوسف قوي بس هو طبعا اللقاء بتاعه ده كان مثلا عشرة صفر يا عم زياد. يا راجل عمل كل حاجة كل حاجة صح. ايه وما خلاوش يفتح بقه. ما خلاوش يتكلم. ما خلاوش يعمل. بس انت بملاحز ان 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 باسم يوسف بيتكلم في خناوات اجنبية. وباسم يوسف ما يقدرش يرجع مصر. بس كده شكرا. واخد بالك من الحتة دي. انت فاهم يعني وبقاعد برا اللي هو بيدعم. انت فاهم بس في النهاية. اه الراجل ما يرمش مصر اصلا. بس مش هوضح بقه يعني بص بس الفكرة. يعني انت فاهم? هشتقى في الوضع هنا. الموضوع عامل ازاي يعني. والغربة حتى اللي هو بيدعم بالشكل ده مديلك فرصة ان انت تتكلم وتقول اللي انت عايزه وبشكل ساخر وكمان تحط على بيرس مورجن يعني بالقضية يعني. ما فيش اكتر من كده. يعني ما فيش اهو بس اهو ما عليش هو استضافه برضو ليه? انت جايب ناس عارف رأيها يبقى عامل ازاي? اه هو شتم في المقاومة اه كزا بس هو خده بطريقة تانية. وخده بشكل اخر. بشكل ساخر. فقدر انه هو يوصل للعقول الغربية اللي هناك. تفاهم ازاي? فلا طبعا كان 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 حوار قوي يعني. المعتصم المصراطي اه مش عارفه والله يا برايم بس يعني فوق دماغنا. هو بيقولك بيقولك فيه لعيب ليبي اسم المعتصم المصراطي بيلعب في براغة في برتغال واول يوم اتكلم. بفوق دماغنا يا عم اي حد اول يوم اتكلم وتاني يوم وحتى اخر يوم. بس يعيب تختلف المكانة. اتنين وتسعين يا وليل. فادي جابر بيقولك هل فيه بنود معينة في عقود اللاعبين تسمح الاندي وتفسق عقودهم بدون اي غرامات على النادي? على حسب انت كاتب في العادي ايه? ما البنود دي اصلاها ما بتعلنش. يعني فكرة فكرة البنود والكلام ده ما. لا بس مسلا هو النادي ايه الحق? يعني مسلا انور الغادي ده مسلا دي اللي عندنا دلوقتي. انور الغادي مسلا هم ماينز فسخوا عقده مع نفسهم. من غير غرامات من غير حاجة. هم كاتبين كده. فكرة بردو اسمه ايه مزراوي. ممكن يفسق عقده ولا لأ? اكيد فيه بند في العقد. بس فيه شروط لأ لان هو مسلا اللاعب ما اعتقدش هيقولوله لو اتكلمت في الموضوع ده لانه ده بيبقى يعني ما بحصلتش كل يوم برضو. فمش شرط يعني. فيصل بيقولك بهجة صابر. بهجة صابر اه بيتكلم كتير. حبيب يا وليد صباح النور حبيب يا عم قلي انت وكل اهل لبنان هنبدل تشيرت الصار بمزروي. هو صار خزالنا بصراحة. صار خزالنا جامد. محمد العمدوني بيقولك انا عايش في المانيا من سبع سنين والحياة بقسة. والله يا عم محمد الحياة بقسة في كل حيات. في برضو حاجة لازم اقولها برضو. يعني حاجة مهمة جدا كيف بتيجي في الردود والحياة كنت بعمل بلوكات. الناس مش عايزين نتكلم على فلسطين. وناس عايزين نتكلم في قضايا تانية. انا زي ما بقولك الموضوع ده. الكورة هي الكورة هي محور القناة. عندي افكار تانية هقولها. بس انا هقول الافكار اللي انا عايز اقولها. انا اللي انا عايزه المؤمن بيه. وفيه برضو فكرة لازم الناس تبقى عرفاها. يعني قضية فلسطين هي فعليا فعليا هي قضية جامعة. الظلم في كل الدول العربية. زي ما بقولك. في كل حتة ومواقف السياسية بتتبدل. بس في النهاية قصة الكيان. قصة المسجد الاقصى. قصة القرآن. قصة النهاية. دي قضية جامعة. يعني انت مش عايزنا اتكلم عشان مش عارف ايه. يا عم انت ملكش دعو بيا. يا عم عايز تعملي بلوك عملي. انت حبيبا بتدفع ليش فلوس. انا قاعد يا سيدي بتكلم اللي انا عايزه. يعني انا من الاخر يعني. انا لو عايز فلوس. ولو عايز انتشار. هقعد اتكلم على يعني انا دلوقتي كل لحد يشوفني. في الحياة. ما بشوفهم شو بقى لي كتير. بقول لي هو انت بتكلم على بارن بس ليه. ما تتكلم على الريال وبرشلونة هيجي لك ناس كتير. هم بيشجعوا الريال وبرشلونة. قال لي. قالوا لي ما كل القنوات اللي في اليوتيوب عندها ملايين بسبب الريال وبرشلونة. فهل انا مثلا واحد. لو كنت عايز. انا بقالي تلاتة اربع سنين. لو انا واحد. كنت عايز. لو انا دماغي بقى. رايحة في السكة دي. هكلم على بقى يعي بارن اللي هجيب لي الفلوس. ما انا عارف نهاية بارن وعارف اخر اخر المشاجعين في بارن العرب. اعارف عدده. واعارف القصة. واحنا الحمد لله اكبر قناة بتتكلم على بارن وعلى الماني. بس انا عارف الرنج بتاع بارن. هل انا كنت اختار السكة دي? ده دماغ واحد يعني بص. اللي هو بيتكلم في الحاجة اللي هو ممزكة اوي. والي هو بيحبها اوي وبس. فانت بتيجي بقى تقول لي. اتكلم في دي وما تتكلمش في دي. يا عم انت مجنون. انت مش عارف انت بتكلم مين? يعني بيقول لك ايه ما تتكلم مين? يا عم اتكلم على انا عايزه. الله يا محمود. الموضوع ده بص. الموضوع ده بقى صعب جدا. كل واحد بقى ورأيه. يعني مقتلفة الاراء بقى. بس الحقيقة يعني ان الكرة دلوقتي بقت صعبة. في الظل المشاهد دي يعني. سبارك سبعة واربعين بيقول لك ربا درة تنفعة برضو فلسطين علمتنا ان احنا ملناش غير بعض رغم التعصب ساعات. لا لا الحقيقة اه طبعا يعني برضو في حاجة جماعة مهمة برضو حصلت. يعني يعني كسير جدا. يعني تلاقي مسلا مشجعين برشلونة وبارن بيتخنقوا. طبعا برشلونة والريال على طول. بس في الموقف ده انت كنت بتشوف عادي جدا. اكبر حد عنده ولا حاجة في الريال بيعمل منش اللي بتاع برشلونة اللي هم الكبار وده بيعمل لده وده بيعمل لده. فالموضوع في الاخر في اولويات يعني كرة في الاخر دي حاجة سنوية يعني. يعني مش 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 الحاجة اللي تفرق الناس يعني. ولذلك بقول لك بص يا عبدالله بارن خشف السياسة لان قلت لك هو اكبر نادي في المانيا وهو الاكثر شعبية وهو وجهة يحصل عليها ابتزاز زي زي الالمان كلهم. فهو ده طبيعي يعني. بس هي المرة دي جت يعني كأن واحد طعمك في ظهرك يعني. فلانها جات يعني جات على الجرحة قوي وكانت ريخ ما قوي ومرتين بتحصل وبعدين مفيش فرق كبيرة عملت كده وشمعنا انت يا ما تخرس وخلاص. وبعدين بتيجي مع مزروي بتتكلم وحكاية الجمهور وبواتنج عشان عنف. طب وده مش عنف يعني مرضتش تمضي بواتنج وده ايه بالزبط ده كان ايه يعني. بنتبح فراخ. حبيه يا عمي ليه? بكلامك ده يعني الناس في اكيد كلها فهمة بس فيه ناس لأة. فالناس اللي لأة دي بقى بتتعمل لها بلوك وخلاص يا عمي انا مش ناقص واجه على دماغ بصراحة الواحد في اللي مكفي يعني ما. حبيبي يا عم وليد تسلم. جاب بيقول لك اه اه اتكلم ما عندكش الفوسحة بروية طبية. بالزبط كده عمي جاد فانت مش عارف الواحد برضو. بعدين انا فحلا يعني ما عنديش الفوسحة كبيرة برضو. يعني اه اه بهتم بالسياسة وممكن اتكلم واعمل قناة سياسية بس ما عنديش القصة ان انا يعني البلاد هنا برضو مضروبة يعني. تتكلم في ايه? بس لو بيقى في موقف بقوله. ما توز يعني في خلاص هتتكلم وخلاص يعني. حبيبي يا عمي فيصل تصبح على خير واحنا كمان هيدخل ننام. احلام سعيدة. حبيبي يا عمي يوسف على رأس يا كبير تسلم. طب يا جماعة ايه بقى انسيبكم على خير الواحد اتكلم وفض فض واتكلمنا مع بعض. ربنا يديم المعروف. ربنا يديم المحبة وربنا يرفع الظلم عن كل الدول العربية. وربنا يرحم شهداء فلسطين ويهي ثبتهم ويجعلهم في صمود وما مش محتاجين بصراحة يعني اننا الكلمتين دول بس الناس يعني الله يكرمك يا زياد تسلم. هو ده هو ده معروف يعني انت فاهم. فربنا يرحم الشهداء اكيد. اكيد يعني الناس راحت راحت يعي راحت الجنة خلاص فربنا كبير يعني. ربنا بقى يتولى الناس اللي بقى ويحاول يخفف عنهم ويحاول ان يكون فيه تمدي لهم يعني في الايام اللي جاية بازن واحد احد يعني. نلقاكم ان شاء الله في آآ في حلقات قادمة. تسبقوا على خير. بس آآ يوم ماينز ان شاء الله مش هكي. يعني ماتش بيرنو ماينز انا مش هتفرج على ماتشات اصلا الايام دي. فان شاء الله نرجع بس بعد فترة يعني. يعني بصراحة الناس اللي ماتت في القناة دي انا عارفهم. يعني حتى عشان دموهم وعشان الناس اللي بتموت انا مش هادر اتكلم في كورة يعني. تمام? فتسبقوا على خير. ونلقاكم ان شاء الله. وسلام عليكم.